اشتركوا في القناة الى نمط حياة جديد ليتمكن المواطن اللبناني من العبور الى حالة وطنية واقتصادية افضل وباب العبور حضرتك ذكرت ببداية هذه الحلقة الخروج عبقول للسياسيين من دواتهم والمصالح الضيق يعني غبطة البطرق برسالة تكلم بضمير اللبنانيين في اكتر من نقطة لكن في نقطتين اساسياتين ذكرهم زي ما تفضلت النقطة الاولى لما توجه بالخطاب للطبق السياسي وقال لا تستطيع مواصر التقاسم المقدرات والمناصب والمال العام هو عم يأكد شعور اللبنانيين بانه هذه التبقى دور الرئيسي مش الحفاظ على البلد دور الرئيسي ان تتقاسم الحصص والمناصب والمال العام النقطة التانية المهمة اللي ذكرها انه لا تستطيع تعطيل كل شيء عند اختلافاتها يعني انا كتب انه اللي عديت اللي وبالتالي يعني فعلا يعني هو يتكلم بضمير اللبنانيين الذين مشاناك انا عم بقول الطبقة السياسية اليوم بازمة حقيقية اذا ما وعيت لنفسه ستفقد كل جماهير تدريجيا وستفقد الثقة بها تدريجيا فاما الان تعود الى ممارسة سليمة واما تنتهي نعم مثل ما ذكرت يعني موضوع السلطة تعطيل تحت دريعة التوافق يقول البطيارك الراعي العيد يدعو السياسيين للعبور الى مفهوم المثاق الوطني العيش المشترك تطبيق الدستور وممارسة العمل السياسي لتنظيم الحياة العامة والدولة والانماء وغيره متكله صحيح لكن برجع بقول مفهوم العيش المشترك هذا لا يعني فيدرالية الطوائف هذا يعني ان يشعر كل مواطن لبناني انه مواطن لبناني وليس واحد من رعاية الطوائف البطيارك الراعي تحدث عن الحروب وقال عن الضحايا البريئة لحروب الكبار سواء بسوريا او العراق وغيره من الدول حكي عن التضامن مع المسيحيين الاقباط في ضوء ما تعرض لهم من تفجيرين بطنطة والاسكندرية وقال انه الناس او الضحايا لحقول تجارب للأسلحة الهدامة والمتطورة ويخالفون بدم بارد القوانين الدولية في استباحة حياة الناس والانسان لا شك انه غبطة البطرق اختصر المشهد في المنطقة بهذه الجملة لما تكلم عن ضحايا بريئة لحروب الكبار من اجل مكاسب اقتصادية واستراتيجية وتجارة سلاح طبعا مناسبة هون اني اؤكد على مشاركتي لادانة ما حصل للأقباط في مصر وما حصل للسوريين في خان شيخون وما حصل للعراقيين في الموصل كل هذه جرائم ارهاب ينبغي التأكيد على ادانتها نعم على كل حال وصف الحروب واعلن الادانة بان وصمة عار على جبين الاسرة الدولية اللي عليها اجاد حلول سياسية للنزاعات للوصول الى السلام المنشود هذا صح التعبير حكا المسيحيين ليعلم الجميع ان المسيحيين ليسوا مكسر عصا في اشارة الموضوع على امليات الارهابية بل خميرة قيم وضرورة لترقي المجتمعات وهذا الدور لا شك الوجود المسيحي ضرورة نعم ضرورة لكن الجملة الاجمل هي انه لما تكلم ان المسيحيون كانوا هنا منذ فجر التاريخ مواطنين مخلصين لاوطانهم وشركائهم فاحنا لازم نعيش هالشراك الكاملة هالمواطنة الكاملة حتى نحقق ما ورد على لسان البطن دعوة عامة على كل حال ومتل ما ذكرنا ما حدد البطريارك الراعي وكنا عم نحكي خطوة رئيس الجمهورية الدستورية صحيفة النهار تقول انه جلسة التمديد رحلت الى 15 ايار سحب الاحتقال من الشارع ولكن البحث الان عن المخارج الى تمرير جلسة 15 ايار غير القابلة للتأجيل بما انه رئيس الجمهورية غير قادر على استعمال صلاحيات وإلا مرة واحدة في العقد العادي اني خليني اقول انه خطوة فخامة الرئيس خطوة دستورية بالكامل وكانت موفقة لجهة بالحد الادنى تأجيل الانفجار بالشارع بالحد الاقصى اعطاء فرصة للقوى السياسية ان تعود لرشدة وتحاول ان تصل الى قانون انتخابه جديد لكن بالوقت نفسه بدي اقول انه سيف الفراغ على المؤسسات هو مصلط على كل القوى بدون استثناء وبالتالي الخسارة الاكبر في رأيي انا المتواضع ستكون على المسيحيين في حالة الفراغ لان احنا الان عم نحكي عن مناصفة اذا رحنا الى مؤتمر تأسيسي وكل مكون من المكونات حاول ان يستخدم ما يملك من اوراق قوة بدأت ذكر انه في سلاح خارج اطار الدولة وهو ورقة يفتقدها باقي المكونات وبالتالي يمكن ننتقل من المناصفة الى المثالسة وهذا امر انا في رأيي اصلا هو مضرب البلد فضلا على انه هو مضرب المسيحيين لذلك انا بقول اللعب على حافة الهاوية والضغط بالفراغ للوصول الى قانون انتخابات على مقاس معين لعبة خطيرة ولكن المسيحيين هم من يدفعون بالتجاه ايجاد قانون انتخاب مش هني هم لا يريدون الفراغ مثل ما حكينا قبل لا ما هو الان الخطاب قائم على صيغة او بتمشوا بالاقتراحات اللي عم نقدمها او منعطل لا الاقتراحات مطروحة للنقاش النقاش بيكون لما انا بنطلق من معايير واضحة وبقول انا تعاون نتفع على المعايير ونحط قانون على اساسها انا لما بحط اقتراح وحتى اسناء النقاش برفض اي تعديل على الاقتراح بشكل جدي او جذري هذا يعني انه هذا يعني النقاش ليس للتعديل وانما اما ان تسيروا باتفاقنا او لا بكل الاحوال ما هو مطروح اليوم هو مشروع حرب اهلية هو مشروع اني انا اوجد متاريس بين اللبنانيين قانون انتخاب يؤدي لحرب اهلية طبعا انا لما بقول انا التأهيل السني ينتخي بالسني والمسيحي ينتخي بالمسيحي والشيعي ينتخي بالشيعي انا عمال حط خنادق ومتاريس هذه مرحلة اولى ولاحقا موضوع العام بس هذا معنات ان انا عم حط من البداية في الانتخابات متاريس بين اللبنانيين اذا بالمرحلة الاولى خليتهم ينتخبوا على المستوى الطائفي برأيك بالمرحلة التانية حينسوا طائفيتهم ويروحوا على المستوى الوطني اكيد لا حيضل الغريزة الطائفية اللي نماها اقطاعيو الطواقف بالمرحلة الاولى مستمرة بالمرحلة التانية وحتدخلني برجع بكرر اذا جلست تمديد مرفوضة حطت البلد في احتمالية مواجهة بالشارع كيف اذا وصلت الى قانون طائفي الخطاب في طائفي الحجد في طائفي ومذهبي وين عم يكون عم ياخد البلد شو هو المطلوب الانون اليوم الكلام ما طرحه الرئيس بري ما طرحه النائب وليد جمبلات او ما طرحه بين المستقبل والقوات والحزب الاشتراك كأنه المختلط مع النسبة هو الانسب اليوم او حتى كمان هذا من الصعب الوصول لأله ما في قانون مثالي لكن كل ما وصلت لقانون بيزيد من اختلاط اللبنانيين بين بعضهم اولا بيامن حق المنافسة لكل اللبنانيين ثانيا ثالثا ما يكون في تفاوت كبير بعدد الاصوات من مقعد الى اخر كل ما كان هذا انسب المختلط هو اقرب في هذه المرحلة هذه القوانين يعني مثل ما ذكرنا كنت عم تحكي عن رئيس الجمهورية هناك من سأل هل له علاقة قانون الانتخاب بمعركة رئيسة الجمهورية منذ الان طبعا ما لعبة الاحجاب شو الهدف سؤال انه بدايت لعهد الرئيس عون ام دخلنا بلشنا نعد للاخر هي لعبة لعبة تأكيد الاحجام الناتجة عن الانتخابات اللي يصار على اساس القوى السياسية الى سببين اساسيين السبب الاول من يمتلك قدرة تعطيل نصاب الثلثين وبالتالي التحكم بالاستحقاقات الكبيرة في مجلس النواب هذا رقم واحد رقم اثنين يعني الان يعني هناك من يريد ان يهمنا بانه والله الرئيس القوي هو الرئيس الذي يمتلك عدد مقاعد في مجلس النواب وبالتالي القوى السياسية المسيحية الان تعمل بصياغة الغاء ما امكن من القوى السياسية المستقلة وغير ذلك وتكتيل الحضور في المجلس النيابي حتى كل واحد منهم يقول انا الفريق الاقوى بين المسيحيين بقى انا بستهل ان يكون رئيس جمهورية من الان ليس هناك فريق مسيحي واحد هون المشكل الكبير بعدين طبعا طبعا يعني هذه الكتلة الكبيرة مش من سعى اليها حتكون لأله بس هذا منطق اول شيء الغائي لانه هو يسعى لالغاء الباقين من ناحية باقي المسيحيين اقصد من ناحية وهو يعني سلوط تعطيلي لانه هو قايم على صيغة انه انا بمتلك التلت المعطل وبالتالي ما بسمح باجراء انتخابات مثل ما صار على سنتين ونص ما سمح باجراء انتخابات رئيس جمهورية عطل المؤسسات اما انا او لا احد رجعني انا نفس الصيغة هاي خطورة ما يطرح اليوم هو تكريس منطق الجائزة للمعطل هذا يدفع الافريقاء الاخرين لشو يعملون ورادة فعل ورادة فعل غير محسوبة بدون هندي كمان يكون عندهم هذي الكتلة الوازنية بدأت سير فيه تنافس يعني على هذا الامر وفتنة على منطق مواجهة مش بس مواجهة كانتونات بكل ما في الكلمة من معنى كل كانتون منهم يريد ان يمتلك الثلسل المعطل ذكرت المؤتمر التأسيسي هو التمديد مطروح مش موضوع فراغ تمديد مطروح لسنة او اقل من عمل وطمر تأسيسي او صيغة تأسيسية بهذه الفترة انه لا شوف اولا التمديد امر ممجوج ومخالف للدستور ولا ينبغي ان يقع هو تقنيا لانه بدك تشغل هو ما تقنيا استمر اربع سنوات تقنيا كل ما تقنيا اذا ما فيه قانون جديد لا قيمة لها اوكي اذا فيه قانون جديد طبيعي يكون فيه تمديد اشهر حتى يستعد وزارة الداخلية لتطبيق القانون الجديد ما فيه مشكلة في ذلك بس تمديد من دون قانون جديد واستمر اربع سنوات هذا التمديد قبل الان من الافريقاء لن يقبل انه يحصل التمديد من دون يكون على اساس فيه قانون جديد للانتخابات في رأي المتواضع كل القوى السياسية شركاء في مسرحية التمديد لكن بادوار مختلفة هناك من يلعب دور البطل وهناك من يلعب دور الخائن او غير ذلك طب اذا كلهم نبدون مين بدي يعمل كل الفرقاء في ظل غياب القانون الاتفاق على قانون شركاء في مسرحية التمديد هذه الحقيقة ندخل لدوان اذا ما عملنا انا احنا الان امام تحدي واضح اما هذه القوى السياسية تبيت صفحة امام المواطن اللبناني وتتنازل عن مكاسب بشكل مشترك للوصول الى قانون انتخابات واما احنا ذهبين من جديد الى التمديد في 15 ايار لا حل ثالث تمديد من دون قانون بالاسف طيب بالاسف وخلال هذه الفترة شو يكونوا عم يعملون هذا الشهر هذا اللي عملوا انا هني امام تحدي امام المواطن امام الناخب اما ان يتنازلوا عن منطق المحاصصة الذي اشار اليه غبطة البطرق ويصلوا الى قانون وفق معايير مقبولة واما احنا ذهبين الى التمديد لكن عندها هناك يعني سيكون هناك نهيار كامل الثقة بالطبقة السياسية من المواطن ماذا عن الناس عن المواطنين يلي عم يتحركوا يلي بيرفضوا هذا الامر للأسف حتى هذه اللحظة ما زال هذا الحراك اضعف من التأثير من ناحية ومستثمر سياسيا من بعض القوى السياسية من ناحية تانية الاحزاب هي بتتتحرك يعني كانت القوات التحرك الحقيقي هو اليوم بالوصول الى قانون انتخابات مش بالشارع التحرك الحقيقي اليوم هو بعدم الاصرار على انه اذا انا اقترحت اقتراح او يؤخذ كله او يسخذ كله وبالتالي الشهر هذا ينبغي ان يكون شهر نقاش جدي على معايير قانون انتخابات جديد لا شيء اخر وانا بريد توقف كل القضايا الاخرى امام هذا الاستحقاق لكن عندنا مع انطلاق العهد كمية ملفات امام الحكومة بدنا الموازنة موضوع الاقتصادي رتب ورواتب موضوع النفط والغاز موضوع مية بالمية الكثير من الملفات مية بالمية وطعنا ايضا بشؤون المواطن مين بدل يتبع بس اذا ما في مؤسسة مجلس نواب ما في موازنة ما في اقرار لسلسلة رتب ورواتب ما في اقرار لأي قانون ممكن ان يكون تمويلي لأي مشروع من مشروعات الحكومة يبقى الاساس الان ان اضمن بقاء مؤسسة مجلس النواب وهذا يحتاج الى قانون جديد اولوية الحكومة اليوم كما جاء في بيانها الوزاري كان امرين الموازنة وقد انهته مشكورة مصبو وقانون الانتخابات يبقى يؤجل اي موضوع اخر وتعطى الاولوية في اجتماعات الحكومة لقانون الانتخابات حصرا الحق على الحكومة بسيط Tibor لا 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 الحق على القوى السياسية لكن المعبر لقانون الانتخابات هو الحكومة مش الحكومة المسؤولة ولا رئيس الحكومة المسؤول القوى السياسية هي المسؤولة لكن بالقانون وبالدستور المعبر لإقرار قانون انتخابات مشروع يأتي من الحكومة يناقش في مجلس النواب قد نذهب قبل نتوقف مع السرحة قد نذهب للنسبية الكاملة مع تغيير الدوائر لأنه بالآخر مش هيكون في حال غير هاي النسبية أصبحت أمرا واقعا بكل القوانين القادمة سواء كاملة أو جزئية يعني مختلف وأنا اعتقادي أننا نذهبون نعم إلى نسبية كاملة كاملة؟ اعتقادي ذلك مع تغيير بالدوائر؟ يعني نروح على دوائر 14 أو 15 كما طرحوا حزب الله؟ لا كما طرح في حكومة الرئيس ميقاتي لما طرحوا الوزير مروان شيربل لما أدم النسبية الكاملة مع خيارات 3 خيارات خيار 12 دائرة 13 دائرة و14 دائرة يتناقش الدوائر مرتين لتأمن أقصى حد ممكن من العدالة والقدرة على التنافس سنتابع معك دكتور حوت هذا الحوار بعد التوقف الاستراحة ثانية ابقوا معنا مشاهدين اشتركوا في القناة